تحت رعاية صاحبة السمو الشيخ حصة بنت خليفة الخليفة احتفلت مؤسسة انجاز البحرين بشركائها ومتطوعيها في حفل التكريم السنوي الفين واربعة وعشرين الذي اقيم برعاية شركة بابكو للتكرير وابراهيم خليل كانو وتمكين وبهذه المناسبة صرحت سمو الشيخ حصة بنت خليفة الخليفة رئيس مجلس ادارة انجاز البحرين قائلة ان الحفلة هو احتفال بالدعم المتواصل من شركائنا ومتطوعينا وان التزامهم الثابت هو القوة الدافعة وراء مهمتنا لتمكين شباب البحرين وبناء مستقبل اكثر اشراقا لمجتمعنا ونحن ممتنون للجهود والدعم لا محدود سواء من الافراد او الشركات التي ساهمت في نجاحنا ونتقدم بالشكر الجزيل لجميع الاعضاء اعضاء مجلس الادارة والمانحين والمتطوعين وفريق انجاز البحرين على دعمهم والتزامهم القيمين هذا وكرمت صاحبة سمو الشيخ حصة بنت خليفة رئيس مجلس ادارة انجاز البحرين اكثر من 350 من الافراد والمؤسسات الذين ساهموا بشكل كبير في دعم برامج المؤسسة وكان بين المكرمين 29 شركة من الرعاة وخمسة اعضاء من نادي انجاز بحرين توست ماسترز و285 متطوعا اثرت جهودهم بشكل كبير اثرت على حياة شباب البحرين جدا فخورين بهذه الفعالية اللي عندنا وهذه الفعالية اثبات لكل ما نقوم به في انجاز البحرين من الهام وتطوير الطاقة الشبابية اللي عندنا واليوم حفل التكريم حق تكريم وتقدير كل المساهمين اللي قاموا كانوا جزء من نجاح انجاز البحرين احنا اليوم طبعا كمتطوعين نطمح ان احنا نشوف الطلاب اللي تعبنا وياهم واشتغلنا اياهم طول السنة نشوف النتيجة مالتهم في النهاية وانا كشخص استمتع لانا اتطوع واشارك وانجاز البحرين ان انا اتشوف الانيفيترز والانتربنورز والليدرز ما للنكس جينريشن من احين التكريم السنوي طبعا ايه مثل نموذج للنجاحات اللي سواها البرنامج انجاز البحرين بتعاونهم مع المدارس وبتعاونهم مع الجهات التعليمية يعطونا احنا فرص كالمتطوعين ان احنا انساهم في مستقبل البحرين ومستقبل الشباب الوعد ان شاء الله بالنسبة لي انا كششوب وشخص احب اعطيه وتطوع وقدمه شيء للمجتمع وحتى لمملكة البحرين فهذه التكريمات صراحة تعطيني دافع معناوي وانا كنت مشارك اليوم في مسابقة الخطابة او في مؤتمر السنوي دي تاك تأهلت الحمد لله رب العالمين وقدر تمثل مملكة البحرين وفزة المركز الاول ترجمة نانسي قنقر